اخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة للجميع واهلا وسهلا بكم جميعا فيديو الاخوان اللي غد يكون بعد فترة من الانقطاع لأسباب شخصية واسباب عائلية اه اليوم الاخوان هذا الفيديو غد يكون كاربت لانه مجموعة من الاخوان توصلوا معنا حتى رسائل هاتفين ممكن جواب الجميع حبيت نجيل هذا الفيديو هذا لتوضيح هذا الامر اه القرار واش كينشي قرار من طرف سلطات المغربية او بعض الدول اخرى حول اغلاق الحدود او تعليق الرحلات او العودة الى اه اغلاق كما عشنا السيناريو في السنوات الماضية لانه تنعرفو كامل انت سمعتو بانه كين هذا المتحور جير ايريس اللي ينتصر بشكل كبير وكين واحد اه يعني اه ارتفاع حالة العدوى في كل دول العالم شيء اللي يجعل بعض الاخوان والاخوات تتخوفو الناس اللي مسافرين البلاد او الناس اللي بغيين يسافروا واش غادي يسد الحدود وبالخصوص انه كين ترويج من طرف بعض اه او اشاعة نقدروا اقوله اشاعات او اخبار او تسريبات بعض الاخوان او بعض المواقع تترويج بانه كين قرار جير الاغلاق بانه المغربة المغرب غادي يسد الحدود وهذا الشي اللي غا حبيت نشارك معكم الاخوان كان اه شي قرار رسمي من طرف سلطات المغربية ما كانش اه كل شي ضرب كل شي سكت ولكن هذا يعني عودوا عليهم مسؤولين المغاربة تنعرفوا دائما القرارات تي الحكومة المغربية بالخصوص خلال عد السنتين الماضيتين عمروا معلمونا قبل ثلاث ايام او باسبوع او كباقي دول العالم تيقول لك ابتداء من الاسبوع السبت غادي يبدأ الاغلاق سلطات المغربية او المسؤولين المغاربة تيخلونا تطنر ليلة بليلتا مع الحدث ونص ديالليل تيفقش مسؤول او الناتق الرسمي تيقول لك اه قرر لات الحكومة اغلاق الحدود ابتداء من منتصف الليل متعتوك شتى ربوع ساعة ونتسعب الصوب الرد ثلاثي او كست القوة فما بالك الناس اللي حصلة في شي بلاصة وبعد غادر وترجع البلاد او الدارة هدا هو علشان اخوان حبيت نشارك معكم هذه المعلومات قرار رسمي ما كانش اه حسب بعض المواقع الاعلامية اللي تواصلت مع المسؤولين او بعض الاعضاء ديالجنال العلمية اللي تيقولوا بانه الوضع الوبائي الحالي مستقر ولا يستدعي تبني اجراءات مشتدة على مستوى الدخول الى الطراب المغربي هنا الاخوان بيت القاصد اليوم بعد الزوال كيف تتشوفوا مع اه مع الوحدة يعني في وقت الغداء نشارك وعد المقالة ده اللي تيقول اللجنال العلمية المغربية تستبعد اغلاق الحدود بسبب ارتفاع اصابات كورونا ولكن كارتة في هذا المقالة الاخوان وردات يعني اه الكلام ديال بعض المسؤولين مع اه مسؤولين ديالجنال العلمية المبينة ومساعدة عافية تيقول بان الوضع تحت السيطرة والامور مضبوطة في البلاد وكل شيء بخير وكل شيء سانك سانك ولكن تيقول بانه قرار الاغلاق او سيناريو الاغلاق فهو غير وارد ومستبعاد ويعني انتماء النسو على جنب الراحة ولكن نرجع البداية لما قال الاخوان علمت جريدة اسبريس الالكترونية من مصادر جيدة الاطلاع ان انباء ترجو بقوة على مستوى عدة عدة حول قرار محتمل يقضي بتقييد حركات الدخول الى المغرف الايام المقبلة وذلك بسبب التداعيات التي تعرفها جائحة كورونا على المستوى العالمي وارتفاع محتل الاصابات في البلاد ووفق المصادر التي لم ترغب في كشف هويتها فان الانباء المذكورة ترجو بقوة في اوسط العاملين بميناء طنجة الذي يمثل حلقة الوصل بين المغرب واوروبا يعني اسبريس في اللوجة جبت لنا الخبار ديال المشؤولين ديال الجنة العلمية وقالت بانه كل شيء بخير كل شيء سلاجن بالراحة ولكن ديك يعني اه ما قلت تقول بانه بعد الاتصال دياله بعض الشيء غيلة او العاملين او المضطافين في ميناء طنجة المتوسط كشفوا لها بانه كين قرار غدي تم اتخاذ هذا القرار لمحتمل ديال تغليق اه تقييد حركة الدخول يعني الدخول لمغرب اللي بي يخرج يخرج الدخول اللي غدي يكون شيء قرار ديال الاغلاق حنا الاخوان باش ما نكتبو من فيه خبر اسم من السلوطة المغربية ما كينش غدي نشارك معاكم كيف قلت لكم اليومان هي بعض لمعلومات اللي وردات مشيه من المغرب حتى من مناطق اخرى تنعرفوا بانه وباء يعني هذا المتحور منتاشر الان في العالم يعني تتزيد نسب العدوة شوفوا الاخوان الولايات المتعدة الامريكية ارتفاع الحالات اه العدوة بعض الولايات في اه في امريكا من بينها اه يعني في تكساس او في كينتاكي خرجوا بعض المؤسسات التعليمية او بعض المدارس او بعض المعايد التعليمية رسلوا رسلوا الاباء والاولياء ديال التلاميذ او الطلبة تيحضروا بهم يقولوا اليوم بانه تاخدوا قرار ديال تعليق التعليم داخل القاعة او داخل المؤسسات التعليمية وبانه التعليم او التدريس سيكون عن بعد في الايام المقبلة يعني هنا خوفا من تفشيء الوباء او الحالات العدوة داخل اه يعني اه المؤسسات التعليمية وحفاظا على سلامة الطلبة والتعليم يعني في كينتاكي وفي تكساس كان بعض المؤسسات وبالخصوص قرب سانت انتونيو قروا هذا القرار هذا ديال اغلاق التعليم تعليق التعليم داخل المؤسسات التعليمية الخبر الاخر على الاخوة اللي حبيت نشارك معكم اللي اظن مجموعة منكم اه ما عنداش اين به هو انه في شهر ستا ديال الفين وثلاثة وعشرين وبالخصوص نهار خمسة منتمد صحة العالمية وقعت مع الاتحاد الاوروبي واحد لمعاهدة ديال اتخاذ الاستعمال او الاستفادة من الجربة الاوروبية في مجال في مجال جواز اللقاح. طينا عرفوا بان الناس اللي كانوا يعني اه مقيمين في اوروبا كان عندهم واحد جواز اللقاح واحد اه الجواز الاخضر منتمد صحة العالمية ارتاعت بان هذا النموذج كان نموذج وعر يعني اه ادى المهم جاله بواحد شكل كبير وقالت بانه في حالة دارت عاد المعادة في حالة ظهور اي وباء او تفشي او يعني تأزم الوضع الصحي غادي تستعمل يمكن لها تستعمل نموذج جال الجواز جال اللقاح او الجواز الصحي الاوروبي. يعني انا سرغم انه ما بقيناش نخدمه بالجواز الصحي عن جواز اللقاح منذ وفترات من الالغاء دياله والتعليق العمل به. ولكن هادى الناس لهم في الخفاء تيها هترول كل شي. يعني راه عندهم المعادة عندهم اه القرار في حالة الابن هير شوية ديال الوضع كاريتي غادي يخرجوا بتطبيق هذا وتعميم العمل بجواز اللقاح اللي كان نفس النموذج الاوروبي. هذا اللي كان الاخوان عندنا يعني قرار رسمي من طرف السلطات. ما كانوا يقولوا. حاجة الوحيدة اللي نقول للاخوان كنصيحة شخصية. وبناء على التجارب ديال اه الماضية مع اه القرارات كيف تنقول لكم ديال مشؤولين مغاربة. الله يرحم من زاله خفاف الانسان اللي يقدر عطلة دياله. وعنده الامكانية انه يعجل. او يعجل العودة او السفر دياله الان. ويعجل العودة الى بلد الاقامة او الى البيت دياله. فكان احسن تفاديا لمفاجأة اللي تقدر تخرج. نتمنى انه يحفظوا ان هذه الامور تكون تزيج. يعني اه مرة الكرام وما يكون والو. والامور ترجع الى اه ما كانت عليها. من قبل انه كان بعض المسؤولين في اه والخبرات يقولوا بان هذا الامر ديال هاد الارتفاع فهو امر عادي ان خارجين من الصيف وداخلين الى البرد. يعني اه كان منتظر انه يكون هاد الارتفاع الطفيف في هذه الحالة تيال العدوى او ضغور هذا المتحور. ولكن الاخوان كيف تنقولوا دائما اه انسان المؤمن لا يلدغوا ميناء الجحري مرتين. قبل ما نقف الان اخوان حبينا نشارك معكم هذا الخبر صار خبر من اه الولايات المتحدة الامريكية والخصوص من مدينة نيويورك بامكان مساجد مدينة نيويورك الان رفع ادان صلاة الجمعة اسبوعيا وادان صلاة المغرب خلال طيلة شهر رمضان الكريم عبر مكبرات الصوت الخارجية وفقا ما وفقا ما اعلنها له العمدة جنة المدينة امريكا ايريك ادامس. ان القرار هذا بحضور يعني ممتلي جنة الجاريات المسلمة في نيويورك خبر صار صراحة تنهي الجالية والاخوان جنة المسلمين في مدينة نيويورك على هذا الخبر وقرار صار والمفرح بعد ما شفنا في الايام الماضية الحرب لتتمرسى بعض دولة تدعي الحرية وتدعي الديمقراطية ضد الجارية المسلمة واتخاذ بعض القرارات العنصرية. وهذا قرار صراحة هنيئا لاخوان جنة نتمنى انه يكون بادرة خير وبداية خير على كل اه الجارية المسلمة في كل بقاء العالم. هذا الشيء لدينا الاخوان نتمنى لكم امسية طيبة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.